بعد أن كان العراق خاليا منها تعمل إيران وبكل قوة لإغراقه بأنواع المخدرات من خلال بوابة التهريب أو التجارة أو الصناعة بتخطيط وتنفيذ الميليشيات التي تعمل دون محاسبة ومراقبة حكومية وفقا لموقع المونيتر الأمريكي الذي أكد أن الحشيشة والميثافيتامين المهربة من إيران كان من بين أكثر المخدرات استهلاكا في العراق فيما رجح استمرار تجاهل كبح تجارة المخدرات لضمان حكومة يرضخ لها أصحاب النفوذ في البلاد فيما أقلت وزارة الداخلية الحالية بأن انتشار المخدرات في العراق أسرعوا من جهود السيطرة عليها بسبب استشراء الفساد والفوضى في المعابر وهذا ما أكدته منطمة عراق خال من المخدرات أن عدم السيطرة على المنافذ الحدودية ساهم بانتشار المخدرات بشكل كبير وأن أكثر المناطق تضررا هي المحاذية للحدود الإيرانية بينما كشف نواب في البرلمان عن معلومات تشير إلى تورط طباط في مكافحة المخدرات بانتشار هذه المواد على الصعيد الدولي أعلن الادعاء الألماني ضبط أكبر كمية من المخدرات في تاريخ البلاد اتصادرت السلطات الألمانية نحو 700 كيلوغرام من مخدر الهيروين في إطار عملية أمنية ضد عصابة لتهريب المخدرات من إيران فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أما إيران ووكلاءها في منطقة الشرق الأوسط من الميليشيات عملت على أغراق الدول العربية بالمخدرات ضمن سياستها التوسعية عبر تخدير شعوب المنطقة الواقعة تحت نفوذها مرورا بالعراق ولبنان وسوريا واليمن وتأتي تجارة المخدرات في وقت يشجعها النظام الإيراني متخدا إياها سلاحا لإلحاق الضرر بدول الشرق الأوسط وشعوبها ضمن سياسة طهران التوسعية الفساد الذي ينهش جميع مفاصل الدولة المتهالكة في العراق والوضع السياسي والاقتصادي بشكل عام وازدياد معدلات البطالة دفع باتجاه انتشار تعاطي وترويج المخدرات فتحول إلى خطر يهدد بنية المجتمع بشكل مخيف وينذر بانهيار كبير يهدد منظمة القيم في البلاد